سلام الله عليكم أعزائي التلاميذ سنة أولى متوسط أهلا بكم الجديد في درس جديد من درس الكتاب المدرسي لغة فرنسية متابعي القناة الجدود أهلا بكم وأتمنى أن تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد كل الدرس تابعوا معي اليوم أعزائي التلاميذ صفحة رقم 66 عنوان درس اليوم لسين دو بانكتوياسيون معنتها على متى الوقف عندنا les deux points les tirés les virgules et les points voilà لدينا النقطاتين المتة الفاصلة والنقطة voilà j'observe le text نوردين موسلي هذا هو نوردين موسلي هو رياضي جزائري حصلا على العديد منا الجوائز العالمي تبو محيانسيون الغاني يعني من دولة غانا شارل كومي وكذلك من الاتيوبية ديرارتو تولي هذو ثلاث رياضيين حصلوا على القاب عالمية في يعني مثلوا الرياضة الافريقية voilà لماذا هم كانوا من الفائزين في الطبعة العاشرة يعني العاب العاب الرياضية الافريقية voilà احنا للغير معنتها الفائزين overhead المحيانسيح 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 الهينستم لكزيم مواكسيح نحرج موسلي موسلي المحيانسيح افضل افضل المحيانسيح المحيانسيح اشتركوا في القناة 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 لَيْدَوْلِيَنِ الْاَجْمِينَ اتْرَيْنَ هلَا لَيْدَوْمِينَ امْ دَنَا لِيْدَوْمِينَ هَدَا فِي مَيْخُسْتُ لِيْسِنِ دَنْقُّعَتُواْتُواْنُ لِيْرَحِمْ مُّجَوْتَا فِي هَدَا النَّاسِ هدَا إِجَبَ عَلَيْ عَلَيْسُوَالَ اتَّنِي ثانيا هل تتعرف علامات وقف أخرى أو تتكورها نعم لدينا يعني توجد علامات وقف أخرى مثلا لدينا لَوْنَ دِيْنَا لَوْنَ دِيْنَا لَيْا عَلَمَ سْتِعْجُبُ لَوْنَ دِيْنَا لَيْا نِقَاتْ لِجِفِ أَخِرْ الْكَلَامِ وُلَّا كِمَنْ قُلُّو عَلِيْهَا بِاللُّٰغَ الْعَرَبِيَ خِمَنْحَطُو إِلَا آخِرِهِ وننجد نقاط هادو كنسمون هم لِيْا پوين دِيْنَا لِيْا نِسْتِعِسُّنُ اوسي عَنْ دونن لِيْا لِيْا نِسْتِعِ لِيْا الْاقْوَاسِ وَالَهَدَا فِي مَي خَوْسَ أَسْقَ الْسُؤَالْتَ سُؤال رَابِع على حسب رأيك ما هي فائدة ما هي فائدة علامات الوقف علامات الوقف هي تساعدنا في تنظيم النص كذلك تساعدنا في إعطائه معنى أكثر يعني كما يكونوش علامات الوقف في النص النص رح يكون ركيك ويكون المعنى تهو غير واضح ��ه هذا فيما يخص الان甚麼 السابق نقليكم الانجابات متوبة لننتقل إلى القاعدة حتى يتوضح الأمر أكثر يعني حتى يكون النص واضح ومفهوم وكذلك لديه معنى استعمل علامات الوقف يعني عندما تنتهي الجملة أضع فيها النقطة يعني النقطة استعملوها لنهاية الجملة على دون virgule je peux séparer دي مو et دي گروپ دي مو دون زونة نميراتي بالاستعانة بالفاصلة أستطيع أن أفصل بين الكلمات أو مجموعة الكلمات عندما يكون هناك ترقيم أو ترتيب للأفكار مثل جم لاتليتزم لتنيس لباسكتبول لاحظوا معي هنا الفاصلة نستعملوها عندما نديرو الفرق أو نفرق بين الكلمات يعني هي كلمات في نفس المعنى ولكن باش ما نبقاش أشاك فون نقولو e هنا يعني نقولو جم لاتليتزم اريدوه وانه باش نبقاش أشاك فون Himmat 노력 حنا باش نبقاش نبقاش أشاك فون نحطه في بلاس ها une virgule voilà دي پربيب طيس وانه سيهن أجم پل سليماني سر جيه إل انسكري لبوت البراتر وانه كذلك نستعملوها باش نفرقو بين العبارات كذلك un complement circunstancial au début d'une phrase quiكون عندنا ضرف منا الضرف يعني ضرف مكان أو ضرف زمان qui نبدأ الجملة qui نكمل هذا كالضرف ونحط الفاصلة ونكمل كتابة النص voilà exemple عندنا لحنا الكمplement circunstancial طولي سامدي عندنا كل يوم سبت هنا نحط الفاصلة حرية rend visite à son ancien professeur voilà لحظة معي هنا الفاصلة حطناها juste après le complement circunstancial du temps voilà هذا رحضرف زمان j'utilise les deux points يعني السامل النقطاتين pour introduire une explication عندما نريد تقدم الشرح مثلا exemple pratiquer une activité physique n'est pas une corvée deux points c'est une necessité هنا نشرح في معنى الرياضة يعني ممارسة الرياضة هو ليس عمل شاق ديروا ديروا deux points ومزيدوا نشرحوا هي ضرورة voilà un dialogue interview de morceli j'utilise les tirer يعني qui كون عندنا حيوار نستعملو les tirer هذي اللي سميهم المطات voilà pour introduire un dialogue interview de morceli pour introduire le procédé explicatif de l'énumeration يعني هذي اللي سميهم كيكون عندنا حيوار أو عندما نريد التعداد أو الترقيم مثلا كي نعود نذكر في حاجة مثلا مكونات وصفة أو نعطي أسباب أو نتائج نديروا les deux points ومبعد نكملوا بنوعهم باللتير هكا هذا فيما يخص لسين de punctuation نزيد وضحوهم أكثر من خلال التمارين نتائج نحن نضع في مكان الناها في 15 منحد المنصيب كيش ل yell أنهم نحن 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 من نحن الأن الحاومة مرحباً жизни نقراوش على سويت بها الانسان ما يغلبش ووالا والنص ما يجيش يعني ما يجيش مميل ووالا هذا هو الهدف من الفواصل دونك احنا في الفيد هذا كامل نحط الفواصل كي نصل الاخر الجملة نحط نقطة النهاية ووالا كي نشترر إخشان يا ذراح كامل انظروا فيها المشاعدة ورطانهم ايضا لإخشان المشاعدة من الفواصل نفسنا هذا سواء موظفنا لنقراوش على الفواصل نقراوش على تقصر نقطة النهاية ووالا تقصر للهاية نحط نقطة الانسان نقطة نقطة النهاية وحوالا لأنها نفس الفكرة ويعني نقدرو نقلو عليها نفس الجملة ولكن لازم نديرو لها الفاصلة باش نسيباريوهم يعني نديرو انسيباراسيون وميجينش النص يعني طويل وما نقدروش نقلوها هاكيك ووالا احنا ينحطو فاصلة وحنا ينحطو فاصلة سبا معايا هنا كذلك هنا نحطو دوين هنا نحطو دوين نحطو فهم لتقلو محاسن او يعني مزايا لحريدة دانك نحطو دوين هنا ينحطو دوين نحطو فهم لتيري voilà نبدأ اولا نحطو المرات عزيوهم على المقرم الأسين compte tenu عندما نحنا نحط أخير أن نحط اخبار هي نحط النقاط 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 الحالي Activité numéro 2, ponctue le texte suivant. Lors de l'été 1992, حسيب أبو المرقى est entrée dans l'histoire olympique et remportant la toute première médaille d'or olympique de l'Algérie. Elle est également double championne du monde du 1500 m. Il est un point, il y a un mot ennettante. C'est la médaille d'Ena. C'est une édition du château de la ville. Elle a été Arts et Médicine du siècle. Elle a été déballé par plusieurs années. Elle a été déballée par les mangeres un élevé de l'Algérie. Elle a été déballé par une médaille d'or olympique. Elle a été déballé par l'Algérie d'Amonnette, Elle a été déballé par le du siècle de l'Algérie. Il y a été déballé par l'Alemagne du car. الف وخمسمائة متر هذا فيما يخص اعزائي السلامي الدرس اليوم اللي هو نتمنى تكونوا فهمتوه يعني رحين تفهموه اكتر من خلال المطالعة والقراءة كي تعدو تقرؤوا ديما النصص رحين تعرفوا كتش تحطوا الفاصلة لازم عليكم تفهموا المعنى كذلك كي تعدو تقرؤوا في النصص رحين تعرفوا كتش تحطوا الفاصلة الفاصلة كما ذكرنا ما قبل نحطوها باش نفرقوا بين يعني الكلمات او مجموعة الكلمات يعني باش نديرو النقطة نضعها في نهاية الجملة او نهاية النص يعني اللي هي المطالة نحطوها كي نعدو رحين نديرو ترقيم او التعداد او نذكروا يعني نذكروا مثلا اسباب او اشياء او هكا نذكروهم نحطو لهم المطال او هكا نستعملوهم كي نعدو رحين نديرو شرح سلام الله عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة